اشتركوا في القناة القانون الاول النهاردة ان شاء الله هنستعرض مع بعضينا القانون الثاني والسالس لنيوتن لكن خلونا قبل ما نبدأ في درس النهاردة نرجع على جزئية اخدناها في الدروس السابقة وخاصة اول درس علشان المعلومات دي احنا هنعيد استخدامها في الدرس بتاعي النهاردة في الحصة الاولى او في الدرس الاول تناولنا ما يسمى بالرموز الخاصة بالكميات الفيزيقية كذلك تناولنا ما يسمى بمعادلة الابعاد خلونا مع بعضينا نفتكرها عشان خاطر لما نيجي نتكلم عليها النهاردة في قوانين نيوتن هيكون الامر بالنسبة لنا سهل احنا قلنا ان احنا بنرمز للكمية الفيزيقية والكمية الفيزيقية عندي هنا اللي هي زي السرعة العدلة القوة دي ما يطلق عليها باسم الكمية الفيزيقية بس بدل من حضرتك بتكتب سرعة او نكتب قوة زي ما نيوتن هيتكلم في قوانينه هناخد الحرف الاولاني بس كرام زي لها وبما اننا بناخد القوانين بتاعتنا من المراجع الخارجية اللي هي الدولية يعني فاحنا بنتعامل مع الكلمة باللغة الانجليزية وبناخد الحرف الاولاني منها حضرتك مش مطالب ابدا بانك انت تحفظ الكلمة ولكن عليك انك انت تعرف الحرف ده بيقصد به اني كلمية الفيزيقية يعني مثلا لما بقول القوة فالقوة اسمها فورس فاصبح الرمز بتاعي F يبقى اذا لما اكتب F حضرتك تبقى عارف اني دي تشير الى مين تشير الى القوة طيب مثلا لما اجي اكتب اتكلم على العجلة فالعجلة اسمها اكسليريشن وبالتالي انا برمز لها بالرمز A A ديت معنى انها رمز العجلة اول ما بلقي A في المعادلة بعرف ان انا بتكلم على العجلة بس كده لا في حاجة اسمها معادلة ابعاد ايه هي معادلة الابعاد دي معادلة الابعاد دي صغر يضئية او صغر سوري رمزية بتوضح لي الكمية الفيزيقية بتاعتي دي فيها قد ايه من الكيميات الاساسية طب ايه هي الكميات الاساسية وفيه كميات اساسية وكميات مش اساسية ايوه الكمية الاساسية هي مين هي الطول الكتلة الزمن كل واحد فيهم ليه رمز خاص به برسهم او بحطهم برتبهم بطريقة معينة عشان أعرف الكمية الفيزيقية اللي عندي دي تحتوي على قد إيه من الكتلة على قد إيه من الأطوال على قد إيه من الزمن قد تكون الكمية الفيزيقية اللي عندي مفيقاش كتلة خلاص ما بحطش رمزها برضه رموز دي جات منين؟ جات من اسم الكلمة زي مثلاً ما جيب أتكلم على الكتلة بقول إن اسمها ماس ماس أو الحرف فيها M فبالتالي الرمز بتاع الكتلة في معدلة الأبعاد هو حرف ال M الطول length أو الحرف L يبقى اللي دي تشير إلى الطول الزمن time يبقى بحط حرف T اللي هو بيرمز للمين؟ بيرمز ليه الزمن يبقى إذن معدلة الأبعاد M L T وبتحمل فوقيها بعض الأرقام اللي هي كأس عشان أعرف عدد الكميات دي موجودة قد إيه في الكمية الفيزيقية بتاعتي إحنا أخذنا معدلات أبعاد قبل كده أخذنا معدلات أبعاد للسرعة أخذنا معدلات أبعاد للحركة أخذنا معدلات أبعاد لكمية التحرك النهاردة كمان هنبدأ ناخد معدلة أبعاد للقوة وهبدأ أتعامل مع القوانين اللي أنا خدتها قبل كده ومع الرموز لأنه خلاص بقى أمر مسلم به إنه مفروض حضرتك تكون إيه؟ تكون حافظها وكتر التكرار هيخليها تثبت معنا قبل ما نتكلم على درس النهاردة هنراجع مراجعة بسيطة على المعادلات الأبعاد ووحدات القياس وبعد كده نتكلم على قانون نيوتون خليكم معايا كده هنرجعها كده ببساطة إحناك بنقول السرعة القوة العجلة لو أنا عندي V و A و F أي رمز فيهم يعادل الكلمة اللي قديني هلاقي إن العجلة رمزها A القوة رمزها F السرعة رمزها V زي ما اتكلمنا وقلنا إن أنا عندي حاجة بسمها مع عدة الأبعاد اللي هي عبارة عن الثلاث حروف اللي احنا هنشوفهم دلوقتي M, L, T M تشير للكتلة L تشير لي الطول T تشير إلى الزمن M لأن الكتلة اسمها ميس فباخد حرف M شايفين حرف الأولين بس الطول length وبالتالي باخد الحرف الأول اللي هو حرف L والزمن T رمز الكتلة هو حرف تمام M معادلة أبعاد العجلة العجلة T سالب 2 يبقى العجلة تحتوي على واحد من الأطوال وعلى اتنين من الزمن عشان كده احنا هطلين القص بالسلم معادلة أبعاد كمية التحرق لو احنا فاكرين خدنا كمية التحرق دي كانت قتلة وسرعة قتلة مضربة في سرعة إذن أنا لازم المعادلة الأبعاد بتاعتي تحتوي على M عشان فيها قتلة والسرعة كانت L ت سالب 1 يبقى كمية التحرق M L T سالب 1 شفنا الصغر يادية بتاعتي قانون نيوتن التاني اللي هنبدأ به شرحنا النهاردة والمعادلة بتاعته بتقولي F بتساوي M في A قانون نيوتن التاني بيقولي إيه النص بتاعه القوة المحصلة المؤسرة على جسم ما تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرق يعني إيه قوة محصلة يعني إذا كان الجسم ده تحت تأثير أكتر من القوة أنا عايز واحدة بتزوقه شمال واحدة بتزوقه يمين من فيهم أقوى أنا عايز المحصلة بتاعت القوة دي لو 20 لليمين 40 للشمال يبقى محصلة القوة عليه هتبقى قد إيه ناخد بقى تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرق المعدل الزمني يعني أنا بتكلم وش على T بتكلم على T رمز T معدل زمني للتغير في كمية التحرق كمية التحرق بتساوي إيه بتساوي M في V تعالوا نشوف ده القانون بتاعي F بتساوي M في A M دي اللي هي الكتلة وإيه العجلة معدلة أبعاد القوة F بتساوي M في A طيب إحنا كنا لسه بنقول إيه إن ال M معادلة أبعادها M M كابتل ويه ال A اللي هي العجلة معادلة أبعادها L T سالب 2 وهما الاتنين مضربين في بعض يبقى في الحالة دي معادلة أبعاد القوة M L T سالب اتنين عرفنا إحنا فصصناها إزاي لما إيه يطلب معادلة أبعاد منك حددتك هتكتب لك هتقوله المنطوق النهائي اللي هو M L T سالب اتنين لكن أنا هنا بوضح لك هي جات منين علشان ما ننسهاش الحاجة اللي عايزين نحفظها لازما نفهمها الأول إيه دي القانون بتاعي F بتساوي M في A إحنا عملين نعيد عشان عايزين نقوم كده فاهمين الدرس وحفظينه F جاي عشان هي كلمة فرس فرس رجي معنا قوة خدنا الحرف الأولاني M الماس والA الأكسليريشن العجلة وحدة قياس القوة بنفس الطريقة اللي إحنا تكلمنا فيها على معادلة الأبعاد هتكلم هنا على وحدة القياس كلنا عارفين إن الكتلة بتقاص بالكيلو جرام وسابق قبل كده في الدرس الأول درسنا الكيلو جرام وتعريفه والA بتقاص بالمتر لكل ثانية تربيع وأخذنا الإثبات ده قبل كده في العجلة يبقى وحدة القياس هتبقى برافو كيلو جرام متر لكل ثانية تربيع يزمى وحدة قياس القوة يبقى أنا حفظت الوحدة الأخيرة دي بس الوحدة دي كمان لها اسم تاني اسم العالم اللي وضع التجارب أو درس القوة واللي اسمه نيوتن بيجيلي في المتحان يا أولاد إثبت أنه وبيكتب لي قانون إثبت أنه زي الرياضة هو عايز إن السياتة تثبت له إن الطرف اليمين بيتساوى مع الطرف الشمال طب تعالوا نشوف هو كان التعريف بيقولي إيه كان بيقولي إن القوة تساوي معدل التغير في كمية التحرك المثلث الصغير ده معناه إن دوت إيه معدل التغير الـ MV دي عبارة عن إيه كمية التحرك يبقى معدل التغير يبقى دلتة MV على دلتة T عشان قلت كلمة معدل وكلمة معدل يعني كل قد إيه يعني فيها زم طب حنقول مع بعضين كده هي الكتلة بتتغير لا الكتلة سبتة لأن الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من المادة إذن حنخرج الكتلة من موضوع التغير ده يبقى الكتلة هتبقى برة وهيبقى عندي التغير هيبقى في السرعة وفي الزمن يبقى دلتة V على دلتة T مين يقولي دلتة V على دلتة T القانون ده إحنا خدناه قبل كده يا أولاد ده قانون إيه ده قانون العجلة إيه بتساوي دلتة V على دلتة T ده برضه إحنا أخدناه في الدرس الأولاني إذن أنا ممكن أشيل وأعوض عن الدلتة V على دلتة T بالإيه يبقى أنا هشيل دي وحط مكانها الاي. اذا القانون بتاعي بيقولي ان اف بتساوي ام في اي. الاسبات لو انا فهمته انا همسكه باديها همسك الانم والورقة من غير محفظ وابدأ كل خطوة توديني اللي بعدها. النيوتن. وحدة قياس القوة اللي مسمى على اسم اه العالم. واحنا وغدل لها وحدة تانية اللي هي كيلو جرام بوينت متر كل اه سانية تربيع. ايوة. دي بتساوي النيوتن. ممكن يسألي في الامتحان يقولي النيوتن بيساوي ايه? ايوة. نيوتن دي عبارة عن ايه? القوة التي ازا اصرت على جسم كتلته واحد كيلو جرام تكسبه عجلة مقدرها واحد متر كل سانية تربيع. طب التعريف تبالنسبة لي كبير. انا هاحفظه ازاي? افهمه? هلاقي نفسي بقوله. صح. هجزأه? هلاقي نفسي بقوله صح. انت دلوقتي بتقولي ان النيوتن هي واحدة القياس القوة. ازا التعريف بدايته بيقول ان النيوتن دي عبارة عن قوة. طيب القوة دي هتعمل ايه? هتؤثر على جسم كتلته كام? كتلته واحد كيلو جرام. فالجسم دي يكتسب عجلة مقدرها واحد متر. اه تمام. بصي بقى معي. ادي النيوتن. النيوتن اللي هو مين? اللي هو قوة. واحد القياس القوة. اللي احنا بنرمزه بالرمز ايه? بالرمز اف. القوة دي هتأثر على مين? على الكتلة. الكتلة دي اللي هي وحدة قياسها ايه? ادي ايه? واحد كيلو جرام. اللي هي الكتلة اللي هي رمزها ايه يا ولاد? اللي هي رمزها ام. طب لما القوة اللي اللي مقدرها واحد نيوتن تأثر على الكتلة اللي مقدرها واحد كيلو جرام هتعمل فيها ايه بقى? هتكسبها عجلة مقدرها واحد متر الكل ثانية تربيع وما ننساش ان العجلة بتاعتي رمزها ايه. يعني اذا انا لو حفظت القانون ممكن اقول التعريف اه اه مش بقى مع بعضينا كده ادي الاف اللي هي القوة. القوة ايه بنيوتن? بقى نيوتن ده قوة. القوة التي اذا اثرت على جسم كتلته. كتلته ادي ايه? واحد كيلو جرام انا هشتغل على الوحدة. ما انا عارفة ان الكتلة واحدة اه واحدة قياسها كيلو جرام. يبقى اثرت على جسم كتلته واحد كيلو جرام. هتكسبوا عجلة مقدرها متر الكل ثانية تربيع. يبقى اذا لو انا حفظ القانون ممكن اوي اقول التعريف بتاع النيوتن وممكن اقول الكتلة التفاقلية. يعني ايه كتلة تفاقلية? انا خدت في الاعداد يعني كتلة. والكتلة هي مقدر ما يحتويه الجسم من مادة. انما الكتلة التفاقلية دي جديدة علينا. نشوف مع بعضينا كده. الكتلة التفاقلية تعريفها ايه? بقول تساوي النسبة بين عجلة وحدة الكتل وعجلة الجسم عندما يتأثرن بنفس القوة. برضو التعريف ده شوية مش مفهوم. احنا بنقول انها نسبة. نسبة يعني فيه كسر. بين مين ومين? بين عجلة وحدة الكتل. يعني ايه وحدة الكتل? يعني عجلة الجسم اللي كتلته وحدة الكتل اللي هي مين اللي كتلته واحد كيلو جرام. يعني عجلة الجسم اللي كتلته واحد كيلو جرام. عجلة وحدة الكتل. عشان الواحد ده ابسط حاجة. الوحدة بتاعت الايه? بتاعت قياس الكتلة. يبقى هي نسبة. بين عجلة. والعجلة ده الجسم كتلته واحد كيلو جرام. الى مين بقى? ما هو النسبة دي معناها بين حاجتين. العجلة الاولانية اللي هي عجلة الجسم اللي كتلته واحد كيلو جرام. طب والعجلة التانية. العجلة التانية بتاعت الجسم اللي اللي انا عايزة هيس الكتلة التساقلية بتاعته. امتى حط شرط لما نفس الجسمين يتأثران بنفس الايه? بنفس القوة. طيب تعالوا نشوف كده الاسبات بتاعها يمكن نقرب الفكرة. انا عندي قوة متساوية بتأثر على جسمين. الاول ام واحد. يعني كتلة الجسم الاولة. التاني ام اتنين. فهتكسب الجسم اللي كتلته ام واحد عجلة. هسميها ايه واحد. يعني عجلة الجسم الاول. طيب. وللجسم التاني الكتلة التانية هتكسبوا عجلة خاصة بالجسم التاني هسميها ايه اتنين. يبقى لما يكون اف بتساوي ام واحد ام واحد ايه واحد. يبقى انا ما خرقتش برة القانون بتاعي. ما هو الاف بتساوي ام في ايه? الواحد ده ايه عشان انا اوضح ان انا عندي الجسم الاولين. الاف التانية اللي هي هي نفس القوة عشان كده ما حتطلهمش ارقام. نفس القوة اثرت على جسم تاني اللي هي ام اتنين. اكسبته عجلة مقدرها ايه اتنين? طيب احنا في الرياضة بنقول لما يكون طرفين كده. اليمين بيساوي اليمين. اذا الشمال بيساوي الشمال يبقى كده. ايه واحد? بتساوي ام اتنين ايه اتنين. الكتلة بتاعة الجسم الاولين مضروبة في العجلة اللي بتحرك فيها بتساوي الكتلة بتاع الجسم التاني في العجلة اللي بيتحرك بيها. طب تعالوا نشوف كده. لو انا حبيت اودي الام اتنين. اه سوري ال اي واحد الناحية التانية. هي مضربة في الام واحد. لما تروح الناحية التانية هتنزل فين تحت الكسر. فاهمينها يا ولادي يعني دلوقتي ام واحد. كانت مضربة في اي واحد. لما هوديها الناحية التانية هوديها بعكس الاشوارة. طب هي كانت ضرب تروح الناحية التانية اسم. شايفين كده بقت في عندي عجلتين. اي واحد. لو انا اعتبرت بقى ان الام اتنين جي بتسوي واحد. يعني هشيل كلمة الام اتنين وحط ايه? وحط ما كانها واحد. لانها ايه? كتلة واحدة الكتلة. طب تعالوا نبص كده التعريف ده. يبقى الكتلة التساقلية اللي هي مين? ام واحد. بتسوي ايه? بص الناحية التانية. هنلاقي نسبة. صح? هنلاقي نسبة بين مين ومين? بين عجلت الجسم اللي هو وكتلته مين? واحد. يبقى عجلت وحدة الكتل الى عجلت الجسم نفسه اللي هي عجلت ام واحد. تاني كده. الام واحد. دي الكتلة التساقلية. بتساوي الناحية التانية. نسبة. نسبة بين. عجلت الجسم اللي كتلته واحد. عجلت وحدة الكتل. ايه اللي هي اتنين? اتنين هي عجلت الجسم اللي هو كان كتلته واحد. الى تحت في الكسر عندي عجلة الايه? الجسم نفسه. عشان ايه واحد دي هي عجلة ايه? عجلة الام واحد. طيب القانون ده هاحفظه? اه هاحفظه لان انا احلي عليه مسائل. وممكن من خلال القانون ابدأ اعمل ايه? احفظ التعريف بتاعي. طيب ازاي بنحل المسألة يا ولاد. ازاي احل مسألة? احنا اتفقنا ان انا عايزة اعرف مهارة حل المسائل الرياضية. ازاي احل مسألة الرياضية? وحلها بسهولة. والفيزي عندي السنة دي مليئة مسائل. لازم اعرف الرموز بتاعتي. احدد القانون اللي هاشتغل عليه. وكمان احط وحدة القياس. احول كل المعطيات اللي عندي لرموز. اكتب القانون المناسب للمعطيات. ابدأ اعوض. وابدأ استخدم لها الحزب. وكمان ما انساش ان انا اكتب وحدات القياس. علشان خاطر ما اه اه اغلطش او ما ابعدش عن اي قانون عندي اه اي درجة في المسألة. بيقولي هده جسم كتلته خمسة وعشرين من مية كيلو جرام. يتحرك بسرعة تتغير بمعدل عشرين متر الكل ساني. عشرين متر الكل سانية كل خمس سوين. احسب القوة المؤسرة. طب انا دي الوقت هقرى المسألة. احدد قانونها ازاي? الاول اقول للمعطيات بتاعتي. هو بيتكلم على كتلة. يبقى انا عندي الام. اللي هي كتلتة ايه? خمسة وعشرين من مية. وبالكيلو جرام يبقى انا كده واحدة القياس بتاعتي مزبوطة. بس دخل معي في سرعة. وقال لي ان السرعة عشرين. وكمان رجع قال لي ان السرعة دي بتتغير كل خمس سواني. طب يعني الخمس سواني ده زمن. والسرعة دي عشرين. انت ليه رحنا ناحية السرعة والزمن. وهو عايز القوة. ما احنا لسه بتنقول ان القوة دي بتسوي ام في ايه? طب فين الايه هنا? مديني الكتلة فين الايه? ما ادهنيش في المسألة صراحة لكنه اداني السرعة واداني الزمن. وانا عارف ان السرعة على الزمن هي بتساوي العجلة. يبقى اول خطوة هعملها هو اني احط المعطيات بتاعتي. انت قلت لي الكتلة بخمسة عشرين من مية. السرعة بعشرين. الزمن بخمسة. وانت طالب القوة. اللي فوق دول مش قوة القانون القوة خالص. القوة بتقول ام في ايه? فانا عايز اجيب الايه? او اعوض يا ولد دلتا في على دلتا تي. ما هي هيه? يبقى انا دلوقتي ممكن اشتغل في القانون. اف بتساوي ام في دلتا في على دلتا تي. فاكرينه اللي احنا كنا حطينه في اول الاسبات انا ممكن استخدمه في المسألة اه? لان دلتا في على دلتا تي هي عبارة عن ايه? عبارة عن العجلة. هعوض عن الكتلة بخمسة عشر من مية. هعوض عن السرعة بعشرين. الزمن بخمسة استخدم الاهل الحزبة بتاعتي. هتطلع بواحد. ومنساش ان انا حط واحدة القياس بتاعتي اللي هي النيوت. تعالوا نشوف المسألة دي. اصرت قوتين متساويتين على جسمين مختلفين. الاول كتلته مجهولة. فتحرك بعجلة ستة متر لكل ثانية تربية. والتاني كتلته واحد كيلو جرام. فتحرك بعجلة تلاتة متر لكل ثانية تربية. فما مقدار الكتلة التساقلية للجسم المجهول. انا اول ما بص على المسألة ولائم الديني كتلتين وعجلتين على طول هشتغل على القانون التاني جينيوتن. لان هو القانون الوحيد اللي فيه البيانات دي. انا دلوقتي هقول ان الام بتاعتي اللي هي الكتلة التساقلية بتسوي واحد في اي اتنين على اي واحد. ولا هشتغل على القانون اللي بيقول لي اف بتسوي ام في دلتة بي على دلتة تي. ولا هشتغل على القانون اللي بيقول لي اف بتسوي ام في اي اي. القانون الاولاني. مديني كتلة ومديني عجلتين. ومديني كتلة التانية بتسوي اي واحد. طيب. نبص على القانون التاني كده. مديني كتلة ومديني سرعة وزمن. وقانون التالت. مديني كتلة واحدة. يبقى في الحالة دي رغم ان القانون بيطلب مني بيطلب بيتكلم على القوة لكن ما اقدرش اشتغل على القانون ده. ليه? لانتزواكر كتلة واحدة وعجلة واحدة. يبقى حتى القانون لو في كتلة انا هحدد من خلال البيانات بتاعتي انا هشتغل على انا قانون فيهم. وبالتدريب هنبدأ نتعرف على القوانين بتاعتنا. يبقى انا في الحالة دي هشتغل على القانون الاولاني لان هو بيقول لي ايه? ام واحد داني كتلة دي مجهولة كتلة تساقلية الام اتنين بواحد الا اتنين بتالاتة الا واحد بستة. في الحالة دي انا عندي كتلتين وعجلتين يبقى اشتغل على القانون اللي بيقول لي ام بتساوي واحد في ايه اتنين على ايه واحد. كل اللي هبدأ اعمله ان انا هعوض هشيل الرمز وحط قيمته. يعني هشيل ال ايه اتنين وحط رقم تلاتة هشيل ال ايه واحد وحط الستة. هقسمهم على بعض ويديني نص. مين يقول لي كده المسألة ناقص ايه? ناقص فيها ايه? ها ناقص فيها وحدة القياس. ما انا بجيب كتلة. يبقى الكتلة بتقاس بايه? بالكيلو جرام. تعالوا نشوف المسألة دي كده. جسم كتلته يبقى انت برضو بتتكلم على قانون في كتلة. اربع كيلو جرام. يتحرك على سطح خشن بسرعة خمستاشر متر كل ثانية. وتوقف على بعد عشرين متر. على السطح الخشن. فما مقدار قوة الاحتكاك. طب حضرتك دلوقتي بتقالب مني قوة. والقوة يعني اف. وعندي كتلة. لكن انت مديني اف المعطيات بعد كده. مديني سرعة ومديني. بيقولي توقف على بعد. يبقى هنا مديني ايه بيكلم عليه? بيكلم على مسافة. طيب. انا ناقصني ايه? عشان خطر اجيب القوة وانا عندي الكتلة? ناقص للعجلة. طب هجيب العجلة منين? زي ما قلنا كده في المسألة اللي قبل كده. بقية المعطيات هتوصلني للعجلة. طيب تعالوا نشوف كده يا ولا. الكتلة اربع كيلو جرام. تمام. واعيز القوة. وداني السرعة. وداني المسافة. انا عندي كم قانون في اللي بيتكلموا على السرعة? عندي VF بتسوي VNOT زائد AT. عندي D بتسوي VNOT T زائد نص A T تربيع. وعندي VF تربيع بتسوي VNOT تربيع زائد اتنين AD. دي معادلات AD معادلات الحركة اللي احنا اخدناها في الدرس التاني. طيب تعالوا نبص كده. دي اقدر اشتغل ع القانون ده. طب VF دي يعني سرعة نهائية. VNOT دي يعني سرعة ابتدائية. ال A العجلة. او موجودة. وال T ده زمن. هل هو معطيني في المسألة زمن? لا. يبقى ما ينفعش القانون. لان القانون لا يجزء ان يكون في عندي اتنين مجاهيل. طيب حلو قوي. تعالوا نشوف التانية كده. ال D. اه حلو قوي. القانون ده فيه مسافة. لكن برضو يحتوي على زمن. طب نبص على القانون اللي في الاخر ده. او ده مديني السرعة. ومديني في المسافة والعجلة. طب حتى توقف. طب انا ما قالك حتى توقف. يبقى هو يشتغل بالايه? بالقانون ده اللي بيحتوي على السرعتين والعجلة والمسافة. تعالوا نشوف هنجيبها ازاي. ال VNOT بخمستاشر. بس ال VF بصفر. عشان هو قال لي حتى توقف. المسافة كانت بعشرين. والقوة هي اللي مجهولة. انا القانون ده عايز اطلع منه العجلة. عشان لما اضربها في الكتلة اقدر اجيب القوة. ابدأ اعوض. ال VF بصفر. ال VNOT بخمستاشر. وارفحها القس تربيع. اتنين وما نساش ان العجلة بتاعتي اشارتها سالبة. ليه سالبة يا ولاد? احنا خدنا قبل كده. هنا العجلة تناقصية لانه حتى توقف السرعة بتتناقص. سالب ايه? عشان العجلة سالبة. فيه عشرين اللي هي المسافة. خمستاشر تربيع بمتين خمسة وعشرين بشتغل على الحزبة بتاعتي. طيب انا عندي كل المجموعة اللي في الاخر دي الاتنين والايه والعشرين مضربين في بعض. احط الاشارة السالبة ويبقى اربعين ايه. طب لو انا خدت ناقص اربعين ايه او سالبة اربعين ايه وديتها الناحية التانية هتبقى بالموجب يبقى الاربعين ايه بتساوي متين خمسة وعشرين انا عارفة ان ولادي شاطرين وهيعرفوا يجيبوا لي الايه. قيمة الايه عبارة عن ايه? ان انا اتخلص من الاربعين اللي جنبها. اوديها الناحية التانية بعكس الاشارة. فهيبقى العجلة بتاعتي خمسة وستمية خمسة وعشرين من مية ومنساش ان انا احط ايه وحدة القياس. هو انا كده خلصت المسألة. لأ ده هو طالب قوة ايه وعن انسى. نروح جاري على القانون بتاعي بتاع القوة واقول ان اف بتساوي ام في ايه وبالتالي اعوض عن الكتلة بتاعتي اللي فاكرنا في اول المسألة كم الدهاني بكام? كم الدهاني باربعة. في العجلة اللي انا طلعتها دي. اللي هي خمسة. آآ بوينت آآ ستمية خمسة وعشرين. آآ على الحزبة اتنين وعشرين واربعة من عشرة. ومنساش ان انا بجيب قوة يبقى هحط وحدة القياس بتاعتي. هنتكلم على الكتلة والوزن. هو في فرق بين الكتلة والوزن? او. حضرتك. الكتلة دي بتعتبر مقياس للقصور الذاتي للجسم. انت تفاكرين القصور الذاتي. اللي كنتنا بنتكلم عليه في قانون نيوتن الاول الدرس السابق. كل ما كتلة الجسم كبرت يبقى قصوره الذاتي بيزيد. فبقول ان الكتلة هي مقدار ما يحتوي الجسم من المادة وتعتبر مقياسا للقصور الذاتي للجسم. كل ما الكتلة زادت كل ما القصور الذاتي للجسم هيزيد. طيب الوزن هو مقدار قوة جذب الارضي للجسم. احنا كلنا ككائنات بنتحرك تحت آآ الجاذبية الارضية للجسم. يبقى الوزن هو مقدار قوة جذب الارض للجسم. لو حبينا نقارن بين الكتلة والوزن. الكتلة قياسية وقمية سابطة. حضرتك لو انت ركب الاوتوبيس او ماشي في الشارع او نام في السرير. الكتلة بتاعتك لا تتغير. لكن الوزن كمية متجهة ومتغيرة. الكتلة تقدر بالكيلو جرام واحدة القياس بتاعتها. بينما الوزن يقدر بان يدر. القانون بتاع الكتلة اما واحد بتساوي واحد في في اتنين على في واحد فاكرين دي ايه? خدناها الدرس السابق اللي هي الكتلة القصورية. والنهاردة اخدنا الكتلة اه التفاقلية اللي هي اما واحد بتساوي واحد في ايه اتنين على ايه واحد بينما الوزن الوزن فعشان كده احنا اخدنا واخدنا الحرف الاولاني الدابليو ويت وعشان اه افرقوا عن عندي رمز تاني برضو بالدابليو فحطيت وفي تي صغيرة جنبها كده ده الوزن بيساوي ام في جي. طب ام دي الكتلة. الجي دي رمز غريب علينا. لسه جديد. لا. الجي دي اللي هي عجلة الجاذبية الارضية. الجرافيتي. فبالتالي برمز لها بحرف الايه? بحرف الجي. طب بصوا بقى اولاد ساعيش يجيقول لك مثلا الوزن. ويديك تلات اجابات. هو كمية متجهة? ولا يساوي الكتلة? ولا كمية متجهة ووحدة قياسها الناس الشطرة والمتابعيني هتلاقي ان الاجابات دي تحتوي على اجابتين صح. ولكن احدهما اكثر صحة من الاخرى. يعني خلونا نقول ان اه اه هي هو كمية متجهة. ايه الوزن كمية متجهة. احنا لسه واخدينها دلوقتي. طيب هل الوزن يساوي الكتلة? لا. ده الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الارضية. ايه بقى ما بيساوياش? بس في نفس الوقت هو مديني اجابة بيقول لي ايه? ان الوزن كمية متجهة وحدة قياسها مين? النيوتن. يعني هو الوزن كمية متجهة. بس برته كمية متجهة وحدة قياسها النيوتن في الحالة دي اكثر دقة واكثر صحة. يبقى في الحالة دي هاخد ايه? هاخد الاجابة دي. كمية متجهة وحدة قياسها النيوتن. يعني انا لو في الامتحان اخترت كمية متجهة غلط ما الوزن كمية متجهة. طالما اسئلة تحتوي على اجابة اصح في اجابة صحيح واجابة اصح. يبقى حضرتك هتتحسب على الاجابة اصح وهو فعلا النيوتن كمية متجهة ووحدة قياسها بالاي بالنيوتن طيب تعال نشوف كده نفهم العملية الوزن لو شخصة على الكرة الارضية وزنه ستين هيبقى على الامر عشرة ده في الوزن بتاعه لكن لو كتلته على الارض ستين كتلته على الامر برضو هتبقى ستين لان الكتلة سابتة لا تتغير طب ايه اللي بيخلي يطلع فوق على الامر الوزن بتاعه يقلي تعالوا نشوف بيقولي جسم كتلته 1000 كيلو جرام اوجد وزن الجسم على سطح الارض ما احنا اتفقنا ان الكتلة غير الوزن هو الدك الكتلة اللي هي بألف اوجد وزن الجسم على سطح الارض وعلى سطح الامر علما بان عجلة الجاذبية الارضية 9 و 18 متر لكل سانية تربية وعجلة الجاذبية على سطح الامر عجلة الجاذبية على سطح الارض هنا بقى عجلة الجاذبية الارضية هو الوزن عبارة عن ايه عبارة عن كتلة في عجلة جاذبية في زكار عجلة الجاذبية الارضية 9 و 18 لما بطلع على سطح الامر الجاذبية بتقل بتقل الى السوتس يبقى انا عايز اعرف وزنه على الاتنين طيب اجي كده اقول الوزن على الارض اعمل ايه احط الوزن بيساوي m في g يعني الكتلة في العجلة احط الالف اللي هي بتاعت الكتلة في 9 و 8 من 10 استخدم الالة الحزبة بتاعتي 9800 وانا بجيب وزن بالنيوتن فحطيت حرف الان طب انا ممكن اكتب نيوتن او عيدي الوزن على القمر هاخد نفس الرقم ده اللي هو لانا طلعته 9800 واضربها في 1 على 6 تطلع 1633 وبرضو ما زال الوزن بتاعي بالايه بالنيوتن قانون نيوتن الثالث قانون نيوتن الثالث بيقول ايه بيقول ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه تعالوا نتعرف على القانون سوا قانون نيوتن الثالث بيقول لي لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ده نص القانون طيب يعني ايه لو انا بشد كده حبل وقوتين وهم الاتنين نفس القوتين متساويتين ولكن كل مجموعة بتحاول تشد الحبل ناحيتها في الحالة دي بيبقى فيه قوتين متساويتين ولكن كل منهما تعمل عكس اتجاه لاخرى يعني الجروب اللي من ناحية عايز يشد الحبل يمين الجروب لن ناحية الاتقاني عايز يشده شمال يبقى في الحالة دي فيه اختلاف فيه الاتجاه ليه صغرية دية اه ليه صيغرية دية الصيغرية دية بتاعته بتقول لي ف واحد بتساوي سالب ف اتنين خدوا بالكو يا اولاد ف واحد دي القوة انا فيه تساوي في القوة لكن بصوا الاشارة اشارة القوة التانية بالسالب ليه لانها عكس الاتجاه يبقى اف واحد بتساوي سالب اف اتنين اف واحد بتساوي سالب اف اتنين يعني مساوية في المقدار الاف بتساوي اف ولكن احدهما باشارة مجابة بينما الاخرى باشارة ايه باشارة سالبة هنشوف كده حاجة بسيطة على فكرة القوة او رد الفعل لو حضرتك دي خبطت الحيطة ايه ديك هتوجعك ليه لان بنفس المقدار اللي سيتك ضربت بيه القوة بتاعتك ضربت بيها الحيطة الحيطة ردت عليك بنفس القوة ولكن في الاتجاه الاخر وعشان كده ايديك وجعتك يا عم ده انت اللي رايح تضرب انت اللي ضربت ليه ديكت انت اللي توجعك لان الحيطة ردت عليك بنفس الايه بنفس القوة بتاعتي طيب مش مصدق ومخبط دماغك في الحيط. هتلاقي فيه قلم. ليه يبقى الحيطة ردت عليك بنفس الخبر. لعب الكرة لما بيجي ينطق الكرة بيعمل ايه? يمسك الكرة ويخبطها جامد في الارض. الكرة بتعمل ايه? بتطلع عكس الجاذبية الارضية وترجع لأدي تاني. يحدفها وترجع تاني. في لعبة كده تاني اسمها سكواش اللي بتخبطه الكرة في الحيطة برضو بتخبط الكرة وبترجع لك مرة اخرى. بنفس القوة اللي انت هتخبط بيها. يبقى تجاه القوة كده. بتخبط في الحيطة. الحيطة بترد لك الكرة بنفس القوة. بنفس القوة اللي انت خبطها فيها. يبقى فيه تساوي في القوة. تساوي في المقدار. وكذلك في ايه? في عكس فيه اللي تجاه. طيب لو انا حطيت كتاب على الترابيزة مثلا. وهو ساكن كده. الاجسام الساكنة في قوة ورد فعلي القانون نيوتل التالت ايوة. بيحصل ايه? الكتاب بيبقى فيه لي قوة. عبارة عن وزنه اللي بتبقى الى اسفل ناحية الجاذبية الارضية. بينما الترابيزة او المكتب او المنددة اللي محدود عليه بيبدأ يدفع الكتاب بنفس القوة الى ايه? الى اعلى. الناس اللي بتروح حمامات سباحة او 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 شافت حد في حمامات السباحة او مسابقات بتاع الاولمبيات. السباح لما بيطلع فوق سطح البورد اللي هو بينط منه. بيعمل ايه? بتلاقيه وقف مكانه وبعدين بيعمل ايه? ها? يفتكر كده? بيخبط الارض برقليه? ويبدأ يقفز الى اعلى ويسقط في الماء او يقفز الى الماء. حد كده اجرب حد كده اشاف اولمبيات كده حد اه مرة انت مرين سباحة. طب ايه الغرض من كده? ايه الغرض اللي يخلي واحد هينط في المية انه يضرب الارض. ايه علاقة الارض بالمية? كل اللي حصل ان الشخص ده بيعمل ايه? بيضرب الارض بقوة الى اسفل. وعلى قدر القوة اللي بيخبطها الى اسفل او بيزوء بيزوء الارض برجليه? الارض بترد عليه بقوة متساوية وتبدأ تحدفه الى اعلى فيقفز الى مسافة ابعد في الماء. يبقى ده قانون يوتني تالت ولا لا? يبقى ازا انت خبطت الارض او دفعت الارض برجليك الى اسفل هتلاقي نفسك ايه? هتلاقي نفسك ان دفعت الى اعلى بنفس القوة. الرجل بتاع السلة اللي بيلعب كرة السلة بيجي عشان يحط الكورة بيعمل ايه? بيجي عند السلة ويدرب رجليه في الارض علشان الخاطر يرتفع الى اقصى مسافة ممكنة عشان يقترب من السلة. ما هي دي? قانون يوتن الايه? قانون يوتن التالت. ازا انا دلوقتي في مشاهدات عندي في الحياة? الفيزياء بدأت ايه? بدأت تفسر هؤلاء. ده قانون نوتن التالت. اللي هو بيقول ايه? لكل فعل. رد فاعل. مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. ويجيب لك الصغر يدية بتاعته يقول لك اف واحد بتساوي سالب اف اتنين. اقوعة يضحك عليك في الامتحان ويقول لك اف واحد بتساوي اف اتنين وبسرعة تقول ايوه انا عارف ان الكل فاعل يرد فاعل. ما تنساش ان القانون نوتن التالت لجزئية بتقول ايه? مساوي له في المقدار صحيح ولكنه مضاد له في الاتجاه. يبقى لازم ان الاف التانية يكون لها اشارة سالبة. هو ما ينفعش تبقى اف واحد يساوي اف اتنين. لا انت كده ما حققتش القانون يبقى. السيغة دي لا تعبر عن القانون. لان القانون ليه شقين. اللي هو ايه? اللي هو يبساوي في المقدار ويضاد في الاتجاه. طيب الناس اللي ما شافتش السباحين بقى. ممكن نشوفهم مع بعضينا ونشوفهم هم بيعملوا ايه? واحنا بنحل المسألة اللي كده. التربيزة بتاعتي لو انا خبطها دست عليها بسبوعي كده. حابص يلاقي فيه الام في سبوعي. ده معناه ان تربيزة ردت علي نفس القوة بتاعتي. ولو دست جامد الالم بتاعي هيزيد. زي برضو الكتاب اللي موجود على سطح المنددة. انا بضغط على الارض الى اسفل فالارض ترد علي. طب هي الارض بتتحرك ايوة الارض بتتحرك. لكن انا ما بشوفش ان الارض بتتحرك. قوتي الى تحت هي قوة الفعل. والارض هي بتزقيني الى اعلى هي قوة رد الفعل. والاتنين متساويين في المقدار. ولكن هما متضضدين في الاتجاه. هو نفس المقدار. ولكن الاتجاهات مختلفة. نشوف المسألة بيقول يقف السباح كتلته ستين كيلو جرام. هو كده باكل ايه? الكتلة. نحو الماء. ما العجلة التي تتحرك بها الارض اثناء سقوطه. هي كمان الارض بتتحرك بعجلة انا عمري ما شوفت الارض بتتحرك. لا الارض بتتحرك بعجلة. ولكن كتلة الارض كبيرة خدوا بالكم من الحتة دي كلما زادت القتلة قلت العجلة اللي بتتحرك بها وعشان العجلة بتحرك بها. قليلة جدا احنا ما بنشعرهوش. فهو عايز دلوقتي العجلة اللي بتتحرك بها الارض اثناء سقوطه. سقوط السباح ده. مش مش العجلة اللي بتشدوا بيها. عجلة جاذبية الارضية دي سبتة. الارض بتشدك لها بتسعة وتمانية من عشرة دي ما فياش كلام. انا عايز بقى العجلة اللي اتحركت بيها الارض الى اعلى الى عكس الاتجاه. علما بان كتلة الارض ستة في عشر قص ستة وعشرين كيلو جرام. كتلة الارض هم ما وزنوها ايوان ان شاء الله الدرس القادم هنشوف ازاي عرفه يحسبوا كتلة الارض بس من الغير ما يوزنوها. وعجلة الجاذبية الارضية تسعة وتمانية من عشرة متر لكل ثانية تربية. تعالوا نشوف السباح ده هيعمل ايه? اهو بصوا معي خبط الارض عشان يقفز في الماء. نشوفها تاني بسلوموشن خبط ارتفع الى اعلى وسقط الى الماء. تعالوا نحل بقى المسألة بتاعتنا دي. اولا القانون بيقول لي بتاع القانون يوتن التالب بتاع الفعل ورد الفعل. ان اف واحد بتساوي ساليب اف اتنين. طيب. اف واحد دي اللي هي بتعبر عنها بايه? بام واحد ايه واحد? اف اتنين ام اتنين اتنين. انا كده اعتبرتها عندي كتلتين. كتلة السباح وكتلة الارض. وعندي عجلتين. عجلة الارض بتشد بيها السباح الى اسفل وعجلة تانية نتيجة الخبط بتاعة رجلين السباح الارض ردت عليه بعجلة الى اعلى. ومنساش ان القانون فيه اشارة سالبة لانها ايه? لانها تكون عكس الاتجاه. يلا بينا نعوض كده. كتلة بتاعة السباح ستين. اه اه في عجلة الجاذبية الارضية اللي بتشد السباح الى اسفل هي تسعة وتمانية من عشرة. اه الناحية التانية كتلة هتبقى ستة في عشرة اه ستة وعشرين. في العجلة بتاعتي اكيد هتطلع سالبة او بعكس الاشارة لان القانون فيه سالب. احنا عايزين نوجد مقدارها وهي هتطلع بالسالب. دعالوا نكمل كده. اه ادي طرفين في وسطين ستين في تسعة وتسعة وتمانية من عشرة على ستة في عشرة قسة ستة وعشرين. بشتغل انا على الاقل الحسبة بتاعتي. هتطلع بالسالب تسعة وتمانية من عشرة في عشرة قس سالب اربعة عشرين. شوف تلاتة تلاتة وعشرين. شفته قد يه صغيرة. يعني تسعة وتمانية من عشرة. تحتيها. اه كسر واحد قدام منه تلاتة وعشرين صفر. وما نساش ان العجلة برضو بالمتر لكل ثانية تربيع. حتى العجلة اللي بتحرك بها الارض ايوا. يبقى انا كده درست تلات قوانين. القانون الاول كان بيقول لي سجما اف بتساوي صفر. ده اللي احنا اخدناه الدرس السابق. ده السيغة الرياضية بتاعته. سجما اف بتساوي صفر. وسجما دي يعني مجموعة القوة. بتساوي صفر. اه لان فيه غياب للقوة في القانون الاول. اللي هو بيخلي الجسم الساكن ساكن والجسم المتحرك متحرك. فلازم ان يكون فيه في حالة غياب القوة. القانون التاني خدنا السيغة بتاعته الرياضية النهاردة. اف بتساوي ام في ايه? القانون التالت اف واحد بتساوي سالب اف اتنين. تعالوا بقى نشوف الجلام ان احنا خدناه النهاردة ده ممكن ازاي يجينا في الامتحان وازاي نفهم السؤال في ضوء الشرح اللي احنا قلناه. يعني مسلا يقولك اسكر اسم المفهوم العلمي يبقى هنا هيديك تعريف وعايز بيقول ايه? كمية قياسية تعتبر مقياسا للقصور الزاتي للجسم. احنا واحنا بناخد آآ كده في الدرس النهاردة قلنا على حاجة كل ما زاد زادت هيزيد القصور الزاتي. الكتلة. ده تعريف لي الكتلة? اه. ده الكتلة مقدار ما يحتوي الجسم للمد. بس برضو الكتلة كمية قياسية وتعتبر مقدار القصور الزاتي للجسم. اوة يدحك عليك ويقولك صحة وغلط وقولك كمية قياسية وتعتبر مقياسة للقصور الزاتي للجسم وتقول علامة صح ده انا نتعرفها كده. اخد بالي وانا بقرر السؤال. الكتلة كمية قياسية. ده علامة صحة او غلط? تقاس الكتلة بالنيوتن? لا طبعا. مال الكتلة كان بتقاس بالاي? الكتلة بتقاس بالكيلو جرام. طيب الوزن هو مقدار قوة جذب الارض للجسم? تمام? دي سؤال صحيح. طب لو قال لي الوزن هو مقدار قوة جذب الجسم للارض? لا في الحالة دي تبقى غلط. من اللي بيجذب الارض هي اللي بتجذب الجسم? علل. ليه يختلف وزن الجسم على الارض عنه على القمر? احنا لسه قيلين لان كده جذبية الامر دي صدس جذبية الارض. يبقى يرجع ذلك لايه? لتغير عجلة الجذبية. لان جذبية الامر صدس جذبية الارض. مقاومة الجسم للتغير سرعته عند الاستضام يعني الجسم بيحاول يغير من اه او يقاوم التغير في سرعيته عند الاستضام? دي الكتلة القصورية. الكتلة القصورية. اكمل. تتساوى القوة المؤثرة على جسم مع العجلة اللي بيتحرك بها عندما تكون كتلة الجسم ايه? اه دا سؤال يا ولاد بنختبر بيه اللي اللي فاهم الكتلة امتى تساوي العجلة هي اه اه سوري القوة امتى تساوي العجلة? هي القوة دي ايه اف بتساوي ام في ايه? طب امتى الاف تساوي الايه? لو الكتلة بايه? لو الكتلة بواحد. في الحالة دي تبقى الاف بتساوي واحد في العجلة. والعجلة هنا هتبقى بتساوي ايه? القوة. تعالوا نشوف كده لو اداني اه اجابات وعايز نحطها في مكانها. بزيادة قتلة الجسم. ايه اللي هيحصل للعجلة? كل ما قتلة الجسم كبرت يا ولاد لسم العجلة هيحصل لها ايه? هتقل. عشان هو هيتحرك بعجلة اقل. ده انا محتاج السرعة ومحتاج الزمن. وكل ما الجسم اه كان اه اه كتلته كبيرة انا محتاج قوة اكبر عشان تبدأ ايه تحركه. فالعجلة بتاعته ايه هتقل? يبقى اه بزيادة كتلة الجسم هتقل العجلة بشرط ثبات القوة. لو القوة عندي ايه? العامل التالت عندي ثبت. طب بزيادة القوة ايه اللي هيحصل للعجلة اللي بيتحرك بها الجسم? اه. لو انا زودت القوة العجلة هنا هتتحرك. طالما كتلة الجسم ايه? طالما كتلة الجسم ثبت. كل ده بييجي من القانون اللي بيقول لي اف بتسوي ام في ايه? ما انت خلاص بقى فهمت? اف قوة وام كتلة وايه عجلة? طب الكتلة بتتغير ولا ما بتتغير شو ما لفضل اللي بتتغير ولا ما بتتغير شو بتغير المكان? مين اللي كان بيتغير? الوزن. لكن الكتلة لا تتغير بتغير المكان. اسكم معادلة الابعاد لكل من. طب تعالوا بقى نرجع كده شوي على معادلة الابعاد في القوة. القوة كانت معادلة ابعادها ايه? احنا الكتلة. ال ال معادلة ابعادها الطول ويقال زمن معادلة ابعاده طب كمية التحرك طب بسوا يا ولد الكتلة كانت اه القوة كانت كتلة في عجلة فهتبقى M L T سلب اتنين طب كمية التحرك كانت كتلة في سرعة. تمام? يبقى L T سلب واحد لان السرعة هي اللي معادلة ابعدها سالب واحد. العجلة العجلة معدد ابعدها سالب اتنين. السرعة معدد ابعدها سالب واحد. ممكن يجي لك ويقول لك في الانتحان اسكر معدد الابعد ايوه. كون ان انا بقول لك ارجع للقانون ده بيسهل عليك. كون ان بقول لك الرموز عشان تعرفها ده بيسهل عليك. لكن في الاخر الرمز ما ينفعش اغير فيه. ولا حرف يجي قبل التاني ولا غير الارقام ولا انسى اه ازا كان سالب او ما فيش قص فوق. طب. خدوا بالك بقى لو قال لي ضع علامة صحة او غلط مع تصحيح الخطأ. كتير مننا اول ما بيشوف ضع علامة صحة او غلط. بيحط العلامة وما بيه وما بينتبعش لان السؤال طلب منه تصحيح الخطأ. لو قالك ضع علامة صحة او غلط وسيكت خلاص هتحط الصحة او غلط. لكن في حالة ما يطلب منك تصحيح الخطأ وحضرتك ما صحقتوش. الا يحصل. انت هتفقد نص الدرجة. تعالوا نشوف السؤال. الصغر يا دي القانون يوتن التالت. اف واحد بتسوي اف اتنين. اه الناز اللي صحية معي. اف واحد بتسوي اف اتنين. لأ غلط. قمال ايه? ده اف واحد بتسوي سالب اف اتنين. هي تفرق? ايوة تفرق. لان القوة بتاعتي متساوية في المقدرة ولكنها في ايه? في عكس الاتجاه. كمية فزيقية متجهة تعبر عن المسافة الفاصلة بالنقطتين مقدرة واتجاه. ده احنا روحنا بقى ايه? للدروس الاولانية انت ليه خطينا للدرس الاولاني. عملية التكرار. ايوة عتاخد درس وتذكر وتسيبه انت هنا هتفقد حفظك لي. فدايما عملية التجديد وعملية الاسئلة الحلها بتثبت معك المعلومة. كمية فزيقية متجهة تعبر عن المسافة الفاصلة بالنقطتين مقدرة واتجاه. ها? لو انا كلامي مش صح هتلاقي نفسك دلوقتي بتفكر في الاجابة. لكن لو انت بتتابع هتلاقي نفسك عارفة على طول. انا هنا بتكلم على مين? على الازاحة. طب ضع علامة صحة او غلط مع تصحيح الخطأ? حركة الالكترون حول النواة تعتبر حركة انتقالية? او احنا خدنا كم نوع من انواع الحركة? خدنا اتنين. يا انتقالية يا دورية. والانتقالية يعني نقطة اليابدا ونياية. وفي خطه مستقيم. طب هو حركة الالكترون في خطه مستقيم? لا. حركة الالكترون مش في خطه مستقيم. يبقى ازا في الحالة دي هنا هي مش حركة انتقالية. دي حركة ايه? حركة دورية. يبقى غلط والتصحيح بتاعي انها حركة دورية. يعني ايه حركة دورية? يعني حركة تكرن نفسها بانتظام مع الزمن. طب اختر الايجابة الصحيحة. وحدة قياس الوزن. نيوتن? ولا نيوتن لكل متر? ولا الكيلو جرام? وحدة القياس بتاعة الوزن? النيوتن. المول? لا احنا ما اخدناش مول النهاردة. لكن احنا اخدنا وحدة قياس المول وهي علينا. وحدة قياس المول من فاكر كانت كانت بتقول ايه? وحدة قياس المول كانت بقيس بها ايه? كمية المادة. وده احنا اخدناه في منهج الفيزياء بتاعنا. الصيغة ارياضية لقانون نيوتن الاول. سجمة اف بتساوي سفر? ولا اف واحد بتساوي اف اتنين? ولا اتنين ايه دي? الصيغة ارياضية لقانون نيوتن الاول هي ايه? هي سجمة اف بتساوي سفر. تتناسب العجلة تناسب ايه مع القوة التي تتأثر بها? لو انت حطت القانون في دماغ كده اف بتساوي ام في ايه? ده احنا قلناك كزا مرة مرة دي. تتناسب العجلة تناسبا طرديا مع القوة اللي بتأثر بها كلما زادت العجلة هتزيد القوة والعكس. طب بالنسبة للكتلة لا. الكتلة عكسي وبالتالي انا بقول ان العجلة اه بتتحق ازا اه الكتلة قلت العجلة بتزيد ازا العجلة زادت ازا الكتلة زادت فالعجلة بتقل. يبقى ازا انا دلوقتي بجانب ان انا افهم الدرس اشوف الاسئلة. في ناس يجي تقول انا مذكر الدرس كويس قوي لكن لما باجي حل الاسئلة ما بعرفش. درب نفسك. ممكن السؤال يكون بيعتمد على ملكة فهمك للسؤال. مش شرط حفظ. مش شرط ان انا اكتب معادة الابعاد واسكت. مش شرط ان انا اكتب تعريف واسكت. لكن ممكن يكون بيسأل على ملكة انت فهمت ولا لا. يبقى منهج الفيزياء السنائي دي. منهج جميل السنائي. النهاردة اه تعرضنا الى قانون نيوتن التاني وقانون نيوتن التالت. وبكده يبقى احنا حصلنا على ثلاث قوانين لنيوتن. هزا العالم اللي اسرى الفيزياء بقوانين. ويعتبر قانون نيوتن التاني ده من اهم القوانين اللي وضعت فيه الفيزياء. آآ القانون ليه صيغة رياضية. وكزلك ليه تعريف. آآ يبقى احفظ لاتنين. القانون التاني لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. القانون التاني كان بيقول ان محصلة القوة تتناسب مع ايه معدل التغير في كمية التحرق. قانون التاني اف بتساوي ام في ايه? القانون التالت اف في واحد بتساوي سالب اف اتنين. مادة الفيزياء مادة جميلة تابع بالحفظ والمذاكرة. احنا قلنا عشان خاطر. احفظ في عدة طرق. احفظ واسيب او اركن المادة بتاعتي هنسيها. لكن كل ما انا بشتغل وبقى وبراجع مع نفسي هلاقي نفسي المعلومة سبت اتمنى. ارجو ان انتم كونوا فهمتوا معايا درس النهاردة. اه ساعدت باللقائي معاكم. وعلى امل باللقاء الاخر يتجدد ان شاء الله في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.